السلام عليكم مرحبا بكم في درس آخر من دروس تعليم اللغة الإنجليزية بقراءة المقالات في كل درس سنقوم بقراءة مقال علمي أو مقال عن أي ظاهرة من الطواهر الطبيعية لنساعدك على تعلم كلمات المختلفة في اللغة الإنجليزية بطريقة ممتعة وبطريقة تجعلك ليس فقط تتعلم اللغة الإنجليزية بل تتعلم معلومات جديدة عن الكون والحياة والعلوم اليوم سنتعلم عن مركري كوكب عطارد عطارد هو الكوكب الصغير الذي يضور أقرب إلى الشمس من أي كوكب آخر في النظام الشمسي كوكب صغير يضور حول أقرب إلى الشمس من أي كوكب آخر in our solar system solar system هو النظام الشمسي يعني الشمس والكوكب التي تضور حولها الكوكب التسعة على الأرض أو طارد إلى آخره as well as being very hot it features a barren crater-covered surface crater-covered surface which looks similar to Earth's moon as well as being very hot it features a barren crater-covered surface which looks similar to Earth's moon فضلا عن كونه حار جدا فهو يتميز بسطح قاحل مغطا بالحفر والذي يشبه قمر الأرض as well as فضلا عن as well as تستخدم لتقديم معلومة جديدة أو جملة جديدة تحتوي على نفس المعلومات التي أعطيت من قبل يعني as well as فضلا عن أن كوكب عطاردة طرح الشمس فهو أيضا حار جدا as well as being very hot فضلا عن كونه حار جدا it features a barren it features يعني يتميز بي لديه امتياز لديه خاصية a barren barren تعني قاحل أجرد لا يوجد فيه لا كائنات ولا أي مظهر من مظاهر الحياة crater-covered surface crater-covered يعني مغطا بالحفر crater-covered مغطا بالحفر surface سطح which looks similar looks similar الذي يبدو شبيها أو يشبه to earth's moon قمار الأرض the surface of mercury is very similar to our moon it has a very barren rocky surface covered with many craters the surface of mercury سطح عطارد is very similar to our moon يشبه قمرنا لديه سطح قاحل جدا وسخري مغطا بالكثير من الحفر نفس الفكرة being so close to the sun the daytime temperature on mercury is scorching reaching over 400 degrees Celsius كونه قريبا من الشمس يجعل درجة الحرارة خلال النهار على عطارد حارقة وتصل إلى أكثر من 400 درجة مئوية being close being so close to the sun كونه قريبا جدا من الشمس so هنا تعني جدا so close close قريب so جدا يعني so close قريبا جدا being كونه كونه being so close كونه قريبا جدا to the sun من الشمس the daytime temperature on mercury the daytime يعني درجة حرارة النهار daytime النهار temperature درجة حرارة درجة حرارة النهار on mercury على عطارد is scorching حارقة scorching حارقة reaching over 400 degrees celsius reaching over تصل إلى أكثر over أكثر من 400 degrees درجة celsius مئوية at night however without an atmosphere to hold the heating the temperatures plummet dropping to 180 degrees celsius مع ذلك فإن درجة الحرارة تنخفض في الليل لين عدم غلاف جوي يحبس الحرارة وتتدنى إلى 180 درجة مئوية تحت الصفر at night في الليل however على الرغم من ذلك without يعني على الرغم من أن درجة حرارة النهار تصل 400 درجة celsius however فإنها في الليل تنخفض إلى 280 تحت الصفر without an atmosphere بدون غلاف جوي atmosphere غلاف جوي to hold the heat in يحبس الحرارة في الداخل in يعني في الداخل to hold the heat in the temperatures plummet درجات الحرارة planet تنخفض planet يعني ينخفض dropping to تنخفض إلى dropping to منخفض إلى 180 درجة سينيسيوس Mercury has a very lost surface gravity عطارد لديه جاذبية سطح منخفض جدا lost surface gravity gravity هي الجاذبية Mercury has no atmosphere which means there is no wind or weather to speak of عطارد لا يوجد لديه غلاف جوي مما يعني عدم وجود رياح أو ثقص يذكر Mercury has no atmosphere Mercury ليس لديه غلاف جوي which means مما يعني أو الشيء الذي يعني there is no wind لا توجد هناك رياح or weather أو تقص to speak of يذكر to speak of هنا تعني يذكر يعني ولو بسيط ولو شيء قليل من الطقص أو الرياح to speak of هذا تعبير استلاحي idiom there is also no water on the surface of Mercury لا يوجد كذلك ليس هناك كذلك أي مياه على سطح عطارد it is possible however that there could be water underneath the surface لكن من الممكن على الرغم من ذلك أن يكون هناك ماء تحت السطح there is also no water on the surface of Mercury لا ماء على سطح عطارد it is possible لكن من الممكن however على الرغم من ذلك that there could be water أنه قد يكون هناك ماء underneath في الأسفل the surface في أسفل السطح likewise there is no air on the surface but it could be trapped underneath وبالمثل likewise بالمثل there is no air there is no air لا يوجد هواء on the surface على السطح but it could be trapped underneath لكن يمكن أن يكون محصرا في الأسفل trapped محصرا ولا محصرا ومقيدا يعني مجموع بأسفل السطح شكرا لكم على الاستماع وأرجو أن تكونوا قد استفدتم من هذا الضرس لمزيد من الدروس قم بالتسجيل subscribe to our channel لكي تحصل كل يوم على درس جديد وأرجو أن تقوم بنشر هذا الدرس على صفحتك في الفيسبوك ليستفيد أصدقائك ولكي تشجعنا على القيام بضروس أخرى شكرا لكم وإلى اللقاء